محدش بيعمل كده يا جماعة هيقول لك انت عايز جوزين بيصور لك جوزين كده يقول لك كده الحمام اهو انا عند حمام لحم وارضه لك كده انا بيبيع كده يمسيك لك اي جوزين من الارض كده يبعتهم لك لكن من السلكة كده وعنده حمام شغال كده والله ما هيبيع لك تعب وكده الا ان كان حاجة فيها عيب الا ما راحي مربي يعني ده نادرا يعني الا محدش هيستغنى عن تعب وكده ويباوه لك كده اهو بسم الله ما شاء الله القص على فكرة يا جماعة اهو القص اللي قلنا عليه بخمسمائة جنيه اول قص اتباع والله اكتر قص جاه عليه طلبات اللي انا قلنا عليه بخمسمائة جنيه امكان هو بقول لي انت بتباع بها غنوة علشان القص ده اول قص اتباع واكتر قص الناس كانت عايزها اهو بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للي هياخدهم بيأكلوا الزغاليل بسم الله ما شاء الله وزغاليلهم عايزة تاكل هي ده اللي احنا عايزينه من الحمام اللاحن إن انت تروب القص اللي هو يأكل زغليلو واللي هو يرعي للزغليل ويرعي البيض هو ده اللي احنا محتاجينه من الحمام اللاحن انت عايز منه ايه غير انه هو يطلع لك زغيل بحجم كويس زي ما اتفقنا قبل كده أنه هو مرة هيلحم العش في العش ومرة يتأخر شوية القص ده المرة اللي فاتت بضو الزغليل كان أصغر من كده المرة ده ممكن يتأخر عن كده أنا مش مشكلة عندي المهم حاجة عندي ان هو يطلع لجوز الزغليل جوز الزغليل محترمين ده اللي انا عايزه من قص الحمام اللحم انا مش عايز اكتر من كده هتاخر مرة يبدر مرة مشغلش بالي بالحكاية دي دور على انك تاخد زغلول كويس ده اللي انت تهتم بيه طول ما انت الحمام صحته كويسة هيعطيك زغليل كويسة طلع الزغليل ضعيفة مرة اسأل عن العلاج ما تقولش الحمام في عب حاول ان انت تعالج الحمام حاول تأكله كلفة كويسة الهتم بالفيتامينات بالاملاح المعدنية التحديق اللي انت بتحطه في الطاجن حاجات كتير قوي تخليه ان هو ينتاج ويكون الزغيل ضعيفة او ان هو ما يلحمش العاش بالعاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم وحشتوني عاملين ايا رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وطلبات الحمام فيديو النهاردة بعد ما عرضت الحمام للبيع في الفيديو اللي فات جاء تعليق طبعا حمام كتير اتباع ولسه في حمام النهاردة احنا لسه يعني انا عرضت الفيديو يوم اللاربع بالليل يعني برح بالليل واحنا دلوقتي العسرية فيه حمام كتير اتباع وفيه حمام لسه ما اتبعش بس بننتظر الناس اللي مكلميننا من زمان معزرة يعني الناس اللي مكلميننا من زمان على الحمام عشان ميرجاشوا اقولهم ان انت مقلتش ليه وان احنا كنا عايزين الحمام ده اللي احنا بنستناهم معذرة والله بيجي طلبات للحمام بقول لهم استنهم اليوم السبت علشان نقات فرصة للناس اللي كانت طالبة حمام من زمن لكن هو مش ده موضوعنا انا حبيت اقول لك بس عشان الناس اللي لسه عايزة تشتري حمام موضوعنا ان في تعليق بيقول لي انت بتبيع بيع غناوة فبيع بيع غناوة هو علشان انا عرضتلك الحمام بكل امانة وقلتلك كل حاجة وعرضتلك كل قص كده في السلاكة وقلتلك درقم كذا وعيبه ايه وشغالي ازاي انت امكان شفت الحمام ده دلوقتي وهو بتتم عملية التزوج قدامك الحمام ده انت لو تعرف انا تعبان فيه قد ايه طول فترة من الشتاء لحد دلوقتي احنا دخلين على الشتاء تاني وان انا بجهز في القصوص دي كلها عشان بيعها بحصنها لك وبعالجها من الامراض وبرعيها بعطيها احسن الفيتامينات واغلاها وبنستخدم اغلى الادوية على فكرة القص دي جماعة اللي هو الريش بيأكلوا الاهالي بتاعتهم ان انا بعالجهم بيعطيهم املح معدنية اللي في حد يقل في تعليق ان هم الاهالي هتفضل تاكل في الريش كده لا على فكرة الريش بتاعهم طلع كتير قال لي مش هيرؤم وهيفضلهم كده الريش بتاعهم طلع كتير وقلت له هسورهم لك بعد فترة والليلة خالص والله كده الريش بتاعهم يعتبر نص طلع تمام؟ اه فيعني اه كل شيء له علاج ان شاء الله نرجع لموضوعنا اللي هو ان انا بجهز في القصوص دي كلها عشان اعرضها لك بكل امانة تم بدلا ما تقول ان انت بتبع بها غنوة قول ان انت بتبع بها امانة ما تجي نعكسها كده ويقولك بأمانة ليه انت فاكر ان القصوص دي ان انا بحط اي حاجة في السلاكة لا والله اقسم بالله الاصل اللي ما بيعجبني تعال نشوف بره كده الاصل اللي ما بيعجبني انا بخرجه في السطح كده بلاقي فيها عيب في اي حاجة فانا بخرجه بره كده اهو تعال انا نشوف اهو ده الحمام اللي بلاقي في حاجة بخرجه في السطح كده لي انا انا بحطه لي انا فيها عيب بخليه لنفسي ده مسلا اهو ده قص كان كويس جدا النتاية طلق فيها حاجة زي النتاية رجلها ورم زي كده اهو هنشوفوا هنا في الرجل دي طلق فيها حاجة كده زي خراج زي فسفوت زي اي حاجة زي كده هل انا بيعه او اسيبه في السلاكة لا ما باسيبهش في السلاكة عشان تعرف ان انا اتعبان قد ايه عشان اجيب لك حاجة الكويسة اللي انا بشوفه واللي فيه هشي انت خدت مني قص لقد فيه شيء انا بعوضك ما بقولكش الحمام مش بتاعي وده من احسن الحمام على فكرة اللي انت شايفه ده من احسن القصوص لكن هو فيه العيب اللي فرج له ده هل ده يمنعوا من الانتاج لا ما يمنعوش من الانتاج لا بكن لكن انا مش هعطيه لحد انا مش هعطي لحد زي ما انت شايف كده هم بيحاولهم يعششهم في المكان ده ده مثال القص اللي بيضبط فارغ بسيبوه هنا ما بخلهوش في السطح كده ويمكن صاحبنا ده اللي قال ان انا بيبيع بيها غناوة عشان ان انا قلت يا جماعة مثلا القص ده بخمسمية والقص ده بربعمية وخمسين وما حدش يقولي حاجة ما انا قلت ما انا قلت على القص ده بثلتمية هو في السلكة برضه هل هو القص ده وحش لا ما والله مش شرط ان هو يكون وهش ممكن يكون احسن قص بس انا لسه ما جربتوش هو لسه شباب لسه محصرش ممكن يطلع احسن حاجة وممكن ما يطلعش انا قلت لك مثلا بثلتمية وخمسين مثلا او ثلتمية ايا كان انت ونصيبك لما قلت لك معلهش ضمان اما اللي انا قلت لك عليه ده بضمان يبقى بضمان تمام لكن هتقولي انت بتبع بيها غناوة اللي خليك تقولي ان انت بتبع بيها غناوة ما تقولي اسألني اسأل تاني قولي السلكات دي ات مفيش فيها حمام فيها لا اجامع ضمان لله ما سيب حاجة اللي ما بيعجبنيش بخرجه برا هنا كدا شايفه في السطح كدا في اللي برا ده انا اللي ما بعجبنيش بخرجه برا يشتغل بقى ما يشتغلش هو بتاعي اعالجه مايتعليكش انا سايبه لنفسي لكن الاصصي اللي بخليها في السلكة ما انا مش هيسيبش سلكة اأكل واشرب السلكة بتاخد مجهود اأكل واشرب في قصص ما فىش منه فيدا ما كانش منه فايدة انا مش يق Foolيه في السلكة المعدة ده اللي احنا قلنا بنجوزه ومسلا مع بعض اهو شايفوه ما شاء الله اه على واشك ان هما يحصهم زي ما قلت بالزبط في الفيديو انا بعرض لك الفيديو بكل امانة مش بعرضه لك بغناوة في فرق لو انت ما انتش عاجبك طريقتي دور على حد مثلا انت محتاج حد ما يكونش بيبقى غناوة اه عايز يبيق اللي هو بيبيق بيصفي الحمام لسبب ما واحنا عارفين ما هو عظم اللي بيصفي الناس ما بتحاولش انها تعالج الحمام يعني اللي بيصفي ده اما الحمام بتاعه تعبان او ان هو مسافر فيه ما هنقولش كله فيه اللي بيسافر فيه اللي زهق من الحمام اه دور على اللي زي ده هيكون فرصة ليك انت بحتاج ما انتش عايز حد بيبيع بيقى غناوة فدور على اللي بيبيع وهو اما انا غاوي انا مش تاجر يا جماعة انا مش تاجر ان انا بشتير الحمام من هنا وبيعه من هنا تاني يوم ما عرفش عنه حاجة لا الاصل اللي انا ببيعه لك ده عشرة معايا انا عينه ومربين من وهو زغلول كل ده انا مربين من وهو زغليل فعارفه مش بجيب حمام تعبان من السوق مثلا وبعرضه لك اهو احنا لسه مش بنتكلم اهو احنا بنفض السلكات ده ان شاء الله هنبقى اللي في السلكات ده احنا بنقول هنبقى اللي في السلكات ده ونعمر اللي في السلكات تاني لكن طبعا انا هديك جزء سائب كده في العشرة كده او سائب في المكان وقولك الجزء ده شغال لا انا عايز اجربه اجربه في السلكة بعد كده اعرضه لك ما انا عندي اهو باسم الله ما شاء الله لما افضل السلكات هشوف جود زي ده اخد مكان كده زي ما انت شايف بيعشش النتاق دي شكلها رأدت بيضة لسه ما شحناش الحمام لحد يعني بالمناسبة دي مش هنبدأ نشحن الحمام غير يوم السبت لان بيوم ناس كتير بتحاول تشتري فانا هنبدأ ان شاء الله من اول اسبوع لاخر الاسبوع كل يوم نشحن حاجة طبعا فيه طلبات كتير للمينيا هم اكتر ناس اشتروا مني محافظة المينيا ما عرفش ليه ان شاء الله نحاول نجمعهم في يوم واحد لان نبشحن لهم في عربية الموبيلية يعني فهنفضل في السلكات بازن الله الاسبوع اللي هيفضة هنعمر السلكات بحاجة زي ايه كده معرفش والله هي بتبيض ولا اخبارها ايه ما احنا معادل بيض دلوقتي احنا بعد العصر شكلها اكيدة باضت ولا ايه اه لسه اه القصوصة هي جماعة اللي احنا بنجهزها برضو اه عشان نعمر السلكات تاني بعد ما نفضي المكان هنعمرها تاني بازن الله ونبدأ من جديد ونعرض من جديد البيع بكل امانة ده اللي انا بنصح الناس اللي هي تبيع بيه بيع بامانة وقول لعيوبه واطلب السعر اللي انت عايزه وبرضو المشتري من حقك تختار انا بسيبك تختار محدش بيعمل كده انا بقول لك اه ده كذا وده كذا وبورهولك في السلكة كده كل قص بعيوبه انا مركم هناك كده انت عايز احسن من كده انت بتختار وكأنك انت جيت عندي المكان بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه مشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته